السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم طلابنا الإعزاء في مادة علم المواد واحد مع محدثكم الدكتور محمد عبد العزيز سالم في الجزء رقم 14 من الفصل الثاني هنتناول الفندرفال بوندس أو روابط فندرفال بالحقيقة في الغازات سواء كانت الهيدروجين أو الأكسجين أو النيتروجين أو الإنرتجاز اللي هي الغازات الخاملة يعني أغلب الغازات زي الأكسجين والنيتروجين والغازات الخاملة عند رقمات حرارة مخافضة بتبقى كريستال لين فورم وبالتالي الجزيئات بتاعتهم نوت بولر يعني مشو أغداء قطبية هذه النتيجة هي معطوعة شكل الفندرفال بوندس تبقى الفندرفال بوندس هي عبارة عن إيه؟ هي عبارة عن are electrostatic bonds between atoms or molecules that result from instantaneous a systematic charge distribution in the atom and the molecules في الحقيقة منقول أن فندرفال بوندس عبارة عن رابطة الكهرباء الساكنة بين الزرات والجزيئات وأحدث نتيجة لده توزيع لحظة للزرات توزيع منتظم لحظة للزرات توزيع منتظم لحظة للشحنات سواء كان في الزرات أو في الجزيئات وهذا التوزيع اللحظة بيؤدي إلى هدوث قطبية مؤقتة هذه القطبية المؤقتة بتحصل أن الجزيئات تتجازم مع بعضيها بفعل الإيه؟ سعنا نشوف أنا كاتبين إيه؟ زي a systematic charge distributions created a temporary diabol moment and the atoms of molecules are temporarily attracted by electrostatic force يعني بما أن أنا عندي توزيع منتظم من الشحنات أو عندي a systematic charge من الشحنات فبيؤدي إلى أن يكون عندي ديبول لحظي هذا الديبول اللحظي يؤدي إلى attraction لحظي بفعل الإلكترستاتيك force Venderval bonds are the bonds between layers of carbon atom in graphite يعني عندي هذه الVenderval bond هي عبارة عن الروابد تتتربط اللاييرز المختلفة بتاعت الكربون في الغرافي Hydrogen bonds الروابد الhydrogenي A hydrogen bond is a special type of dipole bond between positive hydrogen ion and the negative ion like O2 يعني بنقول إن الرابطة الhydrogenية هي نوع خاص من أنواع الديبول bond ودي بتربط بين روابط الhydrogen اللي هي الموجبة و روابط ion A الأكسجين السالبة because the hydrogen ion is an unshielded part of a proton it can get very close to negative ions or the negative ends of polar molecules and they created strong intermolecular bonds يعني بالنسبة للروابط الhydrogenية تعتبر روابط قوية للintermolecular bond لأنه نحن قلنا إن الhydrogen يعتبر غير متغطي يعني يدوب أنشيلد أنشيلد البروتون طيب يبقى إن كانت very close to negative ions يبقى يتوبة قريبة للnegative or the negative end of polar أو نهايات الأكسجيات القطبية وبالتالي بدو تكون روابطها قوية These bonds are considerably strong than van der Veld وهذه الروابط الجوهردونجينية عفوا تعتبر أقوى من روابط van der Veld The best known example of hydrogen bond is attraction between hydrogen and oxygen among the clues of water وأكبر مثال على هذه الرابطة هي رابطة الhydrogen بتاعت جزائلين الhydrogen مع الأكسجين علشان نكون بيهم ال H2O أو الماء